والله لأنسينا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد أضخم المعارك الطاحنة مع الروم واجه فيها المسلمون مئة ألف من البيزنطيين فبعد أن كسر سيف الله أنثى الفرس في العراق دعث به أبو بكر الصديق إلى الشام ليكسر شوكة الروم فأرغم أنوفهم في التراب وصاروا يرونه في المنام واليقضة بعد أن شردهم سيف الله والمسلمون في أول هزيمة كبرى للبيزنطيين في الشام ملحمة أجنادين في البداية لا تنسوا الاعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة لمساعدتنا في نشر المزيد إن شاء الله بعد معركة الفراض الخليدة التي ذكرناها في الحلقة السابقة والهزيمة النكراء التي تعرض لها الفرس والروم وهم التحلين بدأت جبهة الروم في الشام تشتعل للقضاء على المسلمين وبعد أن استشار أبو بكر الصديق أصحابه أشاروا عليه ببداية الفتوح في اتجاه الشام لأنهم رأوا في الروم تهديدا واضحا واستعداد الروم للقتال كانت تصل أخباره تباعا فرأى الصحابة أن يبادروا قبل أن يبادرهم الروم فعقد أبو بكر الصديق لواء لقتال الروم بقيادة خالد بن سعد بن العاص وكان ينوي تأمره على كل جيوش الشام لكن وصلته الأخبار أن خالد بن العاص يريد فض بيعة الخليفة فقرر أبو بكر عزله عن القيادة وجعله أميرا على الخطوط الخلفية والدعم فقط وأمره على بعض الجند وجعل قاعدته في تيماء ليكون في ظهر المسلمين للدعم والإمداد في الشام ثم أرسل يزيد إلى الأردن وألحق به أخيه معاوية بن أبي سفيان وكان عمر بن العاص يجمع الصدقات للرسول الله في هذيم فقد كان ولاه إياه رسول الله فأرسل له أبو بكر الصديق ويخيره بين أن يتم عمله أو يأتي إلى المدينة ليحشد له أبو بكر الصديق جيشا ينطلق به إلى الشام فرد عمر بن العاص على الخليفة وقال أنا سهم من سهام الإسلام استعملني وارمني فيما شئت يا خليفة رسول الله فجمع له أبو بكر الصديق ثلاثة آلاف مقاتل وأرسل به إلى فلسطين وكان الجيش الرئيسي في الشام تحت قيادة القائد العام لجبهة الشام أبي عبيدة بن الجراح وحين وصل أبو عبيدة في فتوحاته إلى مدينة البلقاء صالح أهلها على الجزياء وكان هذا أول صلح بالشام لكن على الجبهة الغربية بعث امبراطور الروم هرقل البطرياركا سارجيوس الأول على رأس فرقة إلى مدينة الدائن قرب غزة لكي يهاجم يزيد بن أبي سفيان من الجنوب وعندما علم يزيد بتحرك الروم أرسل لهم أبو أمامة وكان أبو أمامة تفارسا لا يشق له غبار فعلم بتمركز الروم في الدائن وانتظر حتى الليل ثم حاصرهم بفرقة فرسانه وأعمل فيهم القرس فقضى على فرقة سارجيوس تماما ففر سارجيوس مع بعض رجاله وعاد إلى أنطاكيا ليزف خبر الهزيمة إلى هرقل فجن جنونه حين علم بالأمر لكن في نفس الأثناء أخطأ خالد بن سعد بن العاص خطأا فادحا فتقدم بقواته من تيماء حتى وصل مرج الصفر فلما علم هرقل بتحركات قائد الخطوط الخلفية أرسل فرقة من الروم لتهاجمه من الجنوب واستطاع الروم هزيمة خالد بن العاص وارتق ابنه شهيدا في أرض المعرك حين علم أبو بكر بن نبأ عزه في ولده ثم أمر بعزله عن قيادة المؤخرة والإمدادات لأنه تحرك بقواته دون أمر من الخليفة وعصى أوامره بالانتظار في تيماء ليكون قاعدة خلفية للمسلمين وفي نفس الأثناء كان قد جاء شرحبيل بن حسنة من عند سيف الله في العراق فولاه أبو بكر الصديق على جنود خالد بن سعد بن العاص وأعاد توزيع الأمراء والجيوش فوضع عمر بن العاص في فلسطين ووضع شرحبيل بن حسنة في الأردن ووضع يزيد بن أبي سفيان في البلقاء ونزل أخيرا أبو عبيدة بن الجراح في الجابية حين رأى الروم ريات المسلمين في كل مكان وهي تغزو بلاد الشام التي ينعمون فيها لسنين حشدوا جموعهم من كل الأمصار لصدهم فجمع هرقل تسعين ألف مقاتل بقيادة أخيه طرق وبعث به لمقاتلة عمر بن العاص وأرسل القائد نستوس إلى أبي عبيدة بن الجراح وكذلك شرحبيل بن حسنة بعث إليه بجيش عظيم فأصبحت كل فرق المسلمين في الشام محاصرة بجيش ضخم من قوات الروم فنصح عمر بن العاص أمراء الجيوش بأن تجمع فرق المسلمين في جيش واحد حتى تتحد وتقوى شوكتهم وحين بعث كل الأمراء إلى أبي بكر الصديق يسألونه في أمر اجتماع كل جيوش الروم عليهم أشار بما أشار به عمر بن العاص وأمرهم أن يجتمعوا في جيش واحد ثم قال أبو بكر مقولته الشهرة والله لأنسينا الروم وساوس الشيطان بخالد فقرر أبو بكر أن يبعث بسيف الله إلى الشام في نصف قوات العراق وأن يترك النصف الآخر تحت إمرة المثنى بن حارثة فتحرك سيف الله في تسعة آلاف ناحية الشام واستحب معه ضرار بن الأزور والقعقاع بن عمر وعدي بن حاتم الطائية وغيرهم من أبطال المسلمين المعدودين وذلك لإدراكه قوة الروم الضخمة وأهمية معارك الشام لأنها ستكون معارك طاحنة فعقد سيف الله مجلس الحرب لاختيار طريق السيرة فكان هناك طريقا معلوما لكنه طويل قرابة شهرا ونصفا وهو الطريق الرئيسي إلى الشام وبالطبع كان مرصودا من كشفة الروم وكذلك سيف الله استطال المدة فقد أراد أن يصل بالمدد قبل أن يقتتل المسلمون والروم فاقترح عليه أحد الأدلاء ويدعى رافع بن عميرة طريقا مختصرا إلى الشام لكنه كان طريقا خطرا وبه مفازة بين مدينة قرار ومدينة سوا فكانت أرضا قاحلة لا يوجد بها أي ماء مسيرة خمسة أيام فقرر سيف الله أن يخوض غمار الصحراء واستعد مع جنوده لقطع تلك المفازة فطلب منهم ملأ قرابهم بالماء وأن يسقوا خيولهم جيدا وأن يحملوا من الماء أقصى ما في وسعهم ليعينهم على عبور تلك المفازة الخطيرة وانطلق سيف الله مع فرسانه وساروا في الطريق لكن في اليوم الرابع نفذ منهم الماء وظلوا طوال اليوم الخامس دون ماء حتى كادوا أن يهلكوا إلى أن وصلوا إلى واحة مدينة سوا فارتوى جميع الجند وشربت الخيول وكان هذا الحدث إحدى الأشياء التي عابها عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد وقال إنه يدفع الناس إلى ما يطيق وربما هم لا يطيقونه ففيهم الضعيف الذي لا يقدر على مثل هذا لكن هذا كان اجدهاد من سيف الله وكان كل نيته أن يدرك المسلمين قبل أن يقاتلهم الروم وكانت نيته صادقة إن شاء الله وانطلق سيف الله من واحة سوا حتى وصل مدينة الأرك وما أن رأته حامية المدينة أعلنت استسلامها وقبلت بالجزية ثم وصل خالد بن الوليد إلى مدينة تدمر وكان بها جيش ضخما من الروم فخرج لقتال المسلمين فتقدم المسلمون لقتالهم فكانت مواجهة شريسة وأثناء القتال تربص صيف الله بقائد الجند وبلمح البصر ابتدره برمح في منتصف رأسه فشقها نصفين وخر صريعا فتملك الرعب من وجه الروم وعلى الفور فروا مذعورين إلى حصونهم لكن سيف الله لم يكن يريد حصارا طويلا ليصل سريعا إلى أبي عبيدة والمسلمين في الشام فحاوط أسوار تدمر ثم نادى بصوت جهور وقال والله يا أهل تدمر إن كنتم في السحاب أنزلناكم ولكني أريد أن أذهب إلى إخوتي سريعا في الشام فإن أخرتموني فوالله لأذهبن إليهم ثم أعود إليكم ولأقتلن فيكم مقتلة عظيمة وإن صالحتموني لأصالحكم ولا أنزل بكم أي شر وأنا خالد بن الوليد وأظن أنكم قد سمعتم بإسمي فارتعب أهل تدمر رعبا عظيما وأدركوا أنه لا مناص من سيف خالد بن الوليد فقابلوا بالصلح وسلموا المدينة طواعية فوفى خالد بن الوليد بعهده ولم يمسهم بسوء وأقام الصلحة معهم على الجزية ثم انطلق مسرعا إلى مدينة القريتين فهاجم المدينة هجوما واحدا كاسحا ساقطت على إثره حامية المدينة وضمها إلى دولة الإسلام ثم وصل سيف الله إلى مدينة حوارين لكن بمجرد وصوله للمدينة جاءها دعم من بعلبك وبصرة فتمكن سيف الله من الانتصار على كل الجيشين وانسحب المدد إلى مدينة حوارين بعد انهزام شديد وأدركوا أن لا طاقة لهم بسيف الله وجنوده فطلبوا الاستسلام فصالحهم سيف الله على الجزية ثم تقدم خالد بن الوليد وفتح مرج راهطة التابعة للغساسنة وكانت مدينة قوية محصنة لكن هاجمها المسلمون هجوما خاطفا كاسحا فسقطت على إثره وأعلنوا استسلامهم بعدها توجه سيف الله إلى البصرة بعد أن جاءته الأخبار بأن المسلمين تحت قيادة أبي عبيدة في خطر شديد هناك فقد عسكر أبو عبيدة بن الجراح في حقول مدينة البصرة وأرسل شرحبيل بن حسنة في أربعة آلاف فارس ليحاصروا مدينة البصرة ويفتحوها لكن البصرة كان يحكمها القائد البزنطي روماس وكان قائدا فذا على درجة عالية من الذكاء فخرج روماس إلى شرحبيل ليتفاوض معه فخيره شرحبيل إما الإسلام وإما الجزية أو السيف فقال له روماس سأذهب للتشاور مع قومي وسأرد عليك لكن في الحقيقة روماس كان يطلع على جيش المسلمين وحين رآه لا يتخطى أربعة آلاف مقاتل راجع إلى حصنه وقرر مقاتلة شرحبيل لأنه كان يملك من حصن البصرة إثنى عشر ألف مقاتل من الرومان المدربين على القتال فخرج روماس وهاجم شرحبيل والمسلمين فقد كانوا يتفوقون عليهم بثلاثة أضعاف العدد لكن المسلمين استعدوا لقتالهم وبدأ الروم بالضغط على المسلمين ودفعهم للخلف شيئا فشيئا وبدأ الإعياء يظهر على المسلمين حتى تخبطت صفوفهم هنا أمر روماس فرسانه بالضغط على جوانب المسلمين فبدأت جوانب المسلمين بالتقهقر للوراء فصارت على شكل نصف دائرة ويحاصرهم فرسان الروم فدعى شرحبيل الله عز وجل وقال اللهم نصرك الذي وعدت وفي خضم هذا المشهد العصيب يجيب الله دعاء شرحبيل فسمع المسلمون التكبيرات من آخر الوادي وإذا بسيف الله المسلول قد جاء بالمدد فانطلق بفرسانه مسرعا ليزيل الضغط الذي وقع بجيش المسلمين فألقى خوزاته وامتشق سيفه وصرخ قائلا أنا الفارس الصنديد أنا خالد بن الوليد وحين رأاه الروم امتعقت وجوههم من الخوف وعلى الفور ألقوا أسلحتهم وفروا مذعورين لحصن البصرع بعد أن قاربوا على إبادة جيش شرحبيل فاجتمع سيف الله مع شرحبيل وسأله لماذا أرسلك أبو عبيدة في أربعة آلاف فارس فقط لحصار مدينة عظيمة مثل البصرع وهو يملك ضعف هذا العدد في حقول المدينة ولا يفعلون شيئا فكان من الأفضل أن يمدك بجيش أكبر أثناء حصارك مدينة عظيمة مثل البصرع وهنا تتجلى براعة خالد بن الوليد العسكرية وتدرك أن أبا بكر كان على صواب حين أمره على جيوش المسلمين في الشعب وعندما تسأل عمر بن الخطاب عن هذا القرار وقال لأبي بكر أتؤمره على الناس وفيهم السابقون الأولون مثل أبي عبيدة بن الجراح قال له أبو بكر الصديق نعم وأؤمره في الحرب علي وعليك يا عمر فقد كان أبو عبيدة بن الجراح واحدا من العشرة المبشرين بالجنة وكان أمين الأمة وكان صادق النية ولكن لم يكن في براعة سيف الله العسكرية وفي اليوم الثاني خرج الروم لقتال المسلمين قبل أن يرتاحوا وحين رأاهم سيف الله يصطفون للقتال دعا جنوده للاصطفاف فتقدم قائد الرومي روماس وظن المسلمون أنه خرج للمبارسة لكنه نادى وقال أنا أمير بصرى أين أميركم؟ فخرج له سيف الله فقال له روماس لقد قرأت عن دينكم وإني أعلم أن في نهاية الزمان سيأتي نبي يسمى محمدا فحدثه سيف الله عن الإسلام ورغبه فرغب روماس ودخل الإسلام ثم قال لسيف الله أمهلني أرجع إلى قومي فأدعوهم للإسلام فيكون خيرا لهم فقال له أخاف عليك أن تعود إليهم فيقتلوك واتفقا على أن يتظاهر بالقتال ثم ينسحب روماس إلى قواته ويدعوهم ألا يقاتل المسلمين وبالفعل تظاهر بالقتال ثم انسحب روماس إلى الروم فقال لهم والله لا طاقة لكم بالمسلمين فاتهمه الروم بالجبن وخلعوه عن قيادة الجيش ونصبوا قائدا يدعى ديراجان واصطف الفريقان في أرض المعركة فانطلق المسلمون كالصواعق تجاه الروم فهاجموهم هجوما كاسا فأمر ديراجان قواته بالثبات وصد هجوم المسلمين ورغم ثبات الروم وكثرتهم لكن القتال أهلكهم وبدأ لعياء يظهر على وجوههم وكما هو معهود عن سيف الله في الحروب أمر فرسانه بضرب الروم من الجوانب فانطلقت صواعق الإسلام من اليمين واليسار بقيادة ضرار ابن الأسور وبدأوا سحق أجناب الروم ثم قفز ضرار من على فرسه وألقى خوذته وخلع درعه ثم صرق في وجه الروم وانطلق كالأسد الجائع يحز في رقابهم حتى لقبه الروم بالشيطان عالي الصدر وقال أحدهم إنه ملك الموت فكان ضرار ابن الأزور نكبة شديدة على الروم فأدرك ديراجان أن جيشه قارب على الفناء وعلى الفور أمرهم بالانسحاب والتحص داخل المدينة وأثناء الليل جاء رجل وهو ملثم إلى سيف الله وحين كشف عن وجهه فإذا به روماس قائد الروم المخلوح فقال لسيف الله أريد أن أقدم شيئا للإسلام وأخبر خالد بن الوليد أنه يعلم نفقا سريا يصل لداخل المدينة يمكن لفرقة من المسلمين أن تتسلل بداخله ثم تقتل حراس البوابة وتفتح المدينة لجيش المسلمين فأعجب سيف الله بالخطة وعلى الفور بعث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على رأس مئة فارس فتسللوا إلى داخل المدينة بعد أن لبسوا دروعا رومانية زودهم بها رماس ليتخفوا وسط جنود الروم ولكن درجان رأى عبد الرحمن بن أبي بكر فارتاب فيه فواثب عليه عبد الرحمن وقتله في الحال وواثبت فرقته على حمية الروم فقتلوهم وفتحوا الأبواب لجيش المسلمين وعلى الفور انسل المسلمون إلى داخل المدينة فصاعق الروم بجيش المسلمين فوق رؤوسهم فألقوا أسلحتهم واستأسروا لأنفسهم فأمنهم سيف الله على أرواحهم وقبل منهم الجزية ثم أرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح يبشره بفتح البصرة وأخبره أنه سيتوجه إلى دمشق لحصارها وطلب أن يقابله هناك ثم بعث إلى أبي بكر الصديق يبشره بالفتحة لكنه أثناء سيره إلى دمشق جاءته الأخبار أن الروم تجمع في أجنادين بجيش عرامرام بلغ ستين ألف مقاتل تحت قيادة تدارق أخوه رقل ثم بعث هيرقل بفردان أمير حمص في ثلاثين ألف مقاتل تجاه مدينة بصرة لاستعادتها وكان شرحبيل يعسكر مع سبعة ألاف مجاهد لحماية البصرة فاجتمع أبو عبيدة بن الجراح مع خالد بن الوليد واقترح عليه أن يعود لمدينة البصرة لحمايتها من الصقوط فاختلف سيف الله معه في الرأي وقال إذا اجتمعنا مع شرحبيل في البصرة واجتمع ذردان حول أسوارها ثم اجتمع له جنود دمشق فلن نستطيع الخروج من البصرة وأيضا سيتكالب الروم في أجنادين على عمر ويزيد فيسحقوهما لأنهم مجتمعين لا يملكون إلا سبعة ألاف مقاتل فهذا رأي منتهى إلى نهاية جيوش المسلمين في الشام واقترح زيف الله الاستغناء عن مدينة البصرة وأن يبعث إلى شرحبيل ليخرج منها مسرعة وتجتمع كل قوات المسلمين في الشام في أجنادين فإن اجتمع أمرنا لا نغلب إن شاء الله ونكسر شوكة الروم في أجنادين ونسحقهم وبعدها تفتح كل أبواب المدن لنا في الشام فلا تقوم للروم بعدها قائمة ورغم أن أبا عبيدة بن الجراح كان أمين الأمة وراسخ الإيمان ميمون نقيبة لكن لم يكن بمثل براعة سيف الله العسكرية حتى أن عمر بن الخطاب حين عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش أمر أبا عبيدة ألا يتخذ قرارا عسكريا واحدا دون مشورة سيف الله فكأنه ترك أمر الحرب لخالد وأعطى أمر تدبير السياسة لأبي عبيدة بن الجراح وبالفعل بعث سيف الله برسالة إلى شرحبيل وأمره بالخروج فورا من البصرة والانضمام إلى المسلمين في أجنادين وحين وصلت الرسالة إلى شرحبيل كان الروم على بعد يوم واحد من البصرة فخرج مسرعا في اتجاه الصحراء التي لا يعلمها فردان لكن المسلمين كانوا أعلم بخباياها فلم يستطع فردان اللحاق بالمسلمين وفقد أثرهم فعسكر فردان في البصرة خائبا حزينا فجاءته الأوامر من تدارق بالمجيء إلى أجنادين والاحتشاد فيها لقتال المسلمين وكذلك بعث سيف الله إلى يزيد في عمان وإلى عمر بن العاص في فلسطين وأمرهم بالاجتماع في أجنادين فوصلوا إليها في ستة وعشرين ألف مقاتل ثم انضم شرحبيل بجيشه وكان سبعة ألاف فبلغ عدد المسلمين في أجنادين ثلاثة وثلاثين ألف مقاتل وكان هذا أكبر جيش حشده المسلمون في تاريخهم حتى تلك اللحظة وفي العام الثالث عشر من الهجرة وصل فردان إلى أجنادين والتحق بمعسكر الروم فأصبح تعداد الروم تسعين ألف مقاتل ونصب المسلمون معسكرهم في مواجهة الكفار لكن ارتاب بعض المسلمين من كثرة عدد الروم وبدأ هذا واضحا من جلوسهم أمام خيامهم ليشاهدوا حجم معسكر الروم إلى أن انطلق رجل بما في صدره وقال ما أكثر الروم وما أقل المسلمين فاغطاض سيف الله كثيرا وصرخ فيه قائلا بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين أتخزي الناس والقلوب عند الحناجر وما هذا إلا أول الأمر فاثبتوا واصبروا وصابروا يأتيكم نصر الله وكان سيف الله على بصيرة بالأمر فقد كان في أجنادين جيش الشام فقط أما الجيش الرئيسي للدولة البزنطية كان وحشا كاسرا يعد على نار هادئة في أنطاكيا إنه جيش اليرموك الذي بلغ ربع مليون مقاتل فكبر المسلمون واشتدت عزائمهم فإن أعداء الدين على حجدهم مكرهون أما المسلمون فللشهادة طالبون وبدأ كل قائد يضع خطته ولمساته الأخيرة لكن كلاهما كان ينقصه المعلومات فبعث سيف الله بضرار بن الأزور ليستكشف معسكر الروم ويستجلب أخباره وأرسل فردان عربيا من الغساسنة ضليع بالعربية فانغمس في جيش المسلمين يوما كاملا فعلم أحوالهم وعددهم ورجع إلى فردان لينقل الخبر فقال إنهم بالليل رهبانا وبالنهار فرسانا وإن سرق ابن أميرهم قطعوه وإن زنا رجموه فسود وجه فردان وقال والله إن صدقتني فلا بطن الأرض خير لنا من لقاء هؤلاء على ظهرها ولا وددت أن يخل الله بيني وبينهم فلا ينصرهم علي ولا أنتصر عليهم وهذا هو إعجاز الإسلام في النفوس فإن حل بأي أرض ظهر ومن احتكم لعقيدته اقتدر ومن تمسك به انتصر وتراء الجمعان وحل يوم التلعق فقسم سيف الله جيشه ثلاثة أقسام وقاد القلب بنفسه ووضع على الميمنة معاذ بن جبل وعلى الميسرة سعيد بن عامر ثم وضع فرقتين من الفرسان على الميمنة والميسرة ليزيد عرض صف المسلمين ويمنع جيش الروم الضخم من الالتفاف عليهم وقاد فرق هذه الفرسان شرح بيل بن حسنة ثم قسم سيف الله القلب الذي يقوده لعدة فرق فوضع على فرقة الفرسان سعيد بن زيدة ووضع على فرقة المشاه أبي عبيدة بن الجراح ثم وضع فريق من أربعة ألاف فارس تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان لحماية معسكر المسلمين لو تراجع المسلمون للخلف بعد أن قسم سيف الله قواته وقف ينتظر الروم فحلت جحافلهم الضخمة في تسعين ألف مقاتل يقودهم فردان وتدارق فخطب سيف الله في قواته ليشد من عزيمتهم وقال اتقوا الله ودافعوا عن دينكم ولا تهنوا من عدوكم ولا يهولونكم كثرتهم فإن الله منزل عليهم رجزه وعقابه وقال أيها الناس إذا حملت فحملوا عليهم ولا تنطلق عليهم إلا بأمري فكان سيف الله يريدها حملة واحدة صادقة تتضعضع على إثرها صف فرهم ولا يريدها هجمات متفرقة هنا وهناك فلا تحدث الفارق وتنتهك المسلمين هباء وأراد خالد أن يؤخر القتال إلى بعد صلاة الظهر اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرز من البيزنطيين راهبا عربيا من الغساسنة للتحدث مع قائد المسلمين فخرج له سيف الله فقال إن فردان يعلم أنكم قادمون من أرض قحط وفقر وأنه يريد أن يتكرم عليكم ويعطي كل جند من المسلمين جبة يلبسها ودينارا من الذهب ويعطي لخالد مئة جبة ومئة دينار من الذهب وقال اعلم أنه لا أحد يستطيع السيطرة على الشام من البيزنطيين وأن يكون له في الفرس معتبر فقد حاول احتلال الشام ومصر من قبل لكن استطاع البيزنطيون ترضهم منها فأحس سيف الله أن هذا الراهب يعيره بأصله ويعيب في قومه فاشتد غضبه وقال أخبر قائدك أننا لم نأتي هنا لغارة إنما جئنا هنا لنمتلك وليحكم شرع الله فإما الإسلام وإما الجزية أو السيف بيننا وبينكم فلما وصل الخبر إلى فردان اشتد غيظه وعلى الفور أمر الرومات بالتقدم وإطلاق السهام على المسلمين وحين رأى معاذ بن جبل السهام بدأ يصف جنود ميمنته ويستعد للهجوم فأمره سيف الله بالثبات لكن معاذ أراد الهجوم لأن الروم كانوا يملكون أفضل أقواس الرماية في هذا الوقت وكان يعلم أن مداها سيطال المسلمين فيجب التقدم للاشتباك معهم وإلا سيكونون فريسة سهلة لسهمهم لكن سيف الله أمره بالثبات وبالفعل بدأت سهام الرومي تطيش في المسلمين واستشهد الكثير من الجنف وبدأت عزائم الرومي تشتد وصاروا يهللون من الفرحة فأراد سيف الله أن يكسر هذه العزيمة التي اكتسبوها فكان يعلم أن نصف النصر في عزائم الرجال فأرسل درار بن الأزور لمبارزة قائدهم فخرج لهم الشيطان عري الصدر ليطلب المبارزة فأمر فردان روماته بالرجوع إلى صفوفهم وخرج له أمير طبريه ليبارزه فضربه درار ضربة أردت خسرها ثم خرج له أمير عمان فانطلق درار نحوه وضربه بسيفه في منتصف رأسه فانكسرت خلزته وانفلق رأسه إلى نصفين وظل هذا الوضع لأكثر من الساعة كلما يخرج قائد من الرومي للمبارزة يقضي عليه درار في الحال حتى انخلعت قلوب الروم وحين دخل الظهر أقام المسلمون صلاتهم ثم أمر سيف الله بالهجوم الشامل على جيش الروم فكان قتالا بالمواجهة بسبب عرض جبهة الروم والتي يستحيل الالتفاف عليها لضخامتها وكان قتالا شديدا سقط على إثره الكثير من الروم وخسروا الآلاف من قواته وحين دخل الظلام وانتهى اليوم الأول من القتال عاد كل جيش إلى معسكره فاجتمعت دارق وفردان ليناقش هذا الموقف العصيب فقالت دارق إذا ظل الوضع على ما هو عليه فسيباد جيشنا وسنخسر المعركة لا محالة فاقترح على فردان أن ينصب المكائد للمسلمين وأشار تدارق أن يبعث فردان رسولا إلى خالد يخبره أنه يريد مقابلته لمناقشة الصلح ثم يختبئ عشرة رجال قريبا من مكان تقابلهم وحين يخرج لهم خالد يهجم عليه الرجال فيقتلوه حينها تنهار عزائم المسلمين فأعجب فردان بالأمر وعقد عزمه على الخيانة ثم بعث رسولا عربيا فصيحا يدعى داود إلى خالد وما أن دخل داود إلى معسكر المسلمين طلب مقابلة سيف الله فلما قابله خالد أخبره داود أن فردان يريد أن يقابلك في الصباح على انفراد لمناقشة الصلحة فقال سيف الله إن كنت صادقا ستنجو وإن كنت كاذبا فوالله لأبحثن عنك غدا بين صفوف الرجال حتى أعثر عليك وأقتلك فارتعب داود وأدرك أنه لا مناص له من سيف خالد فقال يا خالد أفإن صدقتك تعفو عني فقال له أصدقني القول وأعفو عنك وأسترك فقال داود إنهم ينون الغدر وأخبره بكامل الخطة وإن هناك عشرة رجال أعدهم فردان ووضعهم خلف ربوة سيتقابلون عندها فأمره سيف الله أن يعود لمعسكره وأن لا يخبر فردان بانكشاف خطته ويعلمه أنه أوصل الرسالة لخالد وحسب وفي تلك الليلة بعث سيف الله بضرار بن الأزور في عشرة فرسان أشداء من المسلمين وأمرهم بقتل العشرة رجال المختبئين خلف الربوة وفي الصباح تقابل سيف الله مع فردان فرفض فردان كل شروط خالد للصلحة فاشتد سيف الله غضبا وقال أيها الكلب إنها فرصتك الأخيرة ولن أعرض عليك شيئا مجددا والسيف بيننا وبينك فهاجم فردان خالد ثم أشار بيده ناحية الربوة فخرج عشرة فرسان من الروم فتفاجأ سيف الله وتسأل ألم يتم ضرار مهمته التي أوكلته إياها ولكن تحدث الصائقة ويكتشف أن العشرة فرسان هم المسلمون لكنهم ارتدوا دروع الروم بعد أن قتلوهم وحين أدرك فردان الفاجعة وأن السحر انقلب على الساحر حاول الهرب لكن ضرار بن الأزور انقض عليه وقتله في الحال بعدها أمر سيف الله جيش المسلمين بالهجوم الشامل على صفح الروم فكان هجوما كاسحا انهارت على إثره جوانب الجيش لكن قلب الروم ظل صامدا فأمر سيف الله قوات الاحتياط بقيادة يزيد بن أبي سفيان بالهجوم على قلب الروم فانطلق الأربعة آلاف فارس في اتجاه الروم وأعملوا فيهم القتل تشريد وتنكيل واستمر خالد مع يزيد في اختراق قلب الروم حتى وصل سيف الله إلى تدارق قائد الروم فانقض عليه وقتله في الحال وكانت هذه هي القشة الأخيرة التي انهارت على عقبها صفوف الروم وبدأوا في رمي أسلحتهم والهروب مذعورين وكما هو معهود عن سيف الله بعث فرق فرسانه وراء الهاربين وكانت فرسان خالد لا تقهر فقتلوا من الهاربين أكثر مما قتل من الروم في المعركة فكانت هزيمة صائقة خسر على إثرها الروم قرابة خمسين ألف جندي وارتقى من المسلمين أربعمائة وخمسين شهده وحين علم هيرقل بهذه المذبحة العظيمة استشاط غضبه وجن عقله وأقسم على أن يري المسلمين جيش الرومان الحقيقي فحشد الجند في أنطاكيا من كل حدب وصوبة وكذلك بعثت حمص بقواتها إلى دمشق لمساعدتها على صد حصار المسلمين المحتمل وأرسلت باقي مدن الشام قواتها إلى بيسان لإيقاف سيل المسلمين الجارف وأصبح واضحا للعيان أن ما ينتظر المسلمين بعد أجنادين ليس سهلا على الإطلاق ومن حينها بدأت ملاحم عجيبة في الشام في حرب سيف الله المسلول مع الروم وتاريخا عظيما من أمجاد المسلمين سوف نتكلم عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله فرحمة الله على الصحابي الجليل سيف الله المسلول أبي سليمان خالد بن الوليد قاهر الروم والفرس والمرتدين وكل من على شاكلتهم إلى يوم الدين وعلى جميع الفاتحين معه ومن بعده فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون لإصال الدين لنا بكل سهولة ولك أن تتخيل كم بذلنا لنوصل لك التاريخ بشكل أيسر فلا تنسى أن تساهم معنا بالإعجاب والمشاركة والاشتراك وتفعيل الجرس لتتابع حلقات البش مؤرخ ونراكم في فتح جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر